اي خطوة اي خطوة تتعامل عشان نشوف لعيبة موجودة في أوروبا انا مش عايزة فجأك وقولك احنا عندنا لاعب واحد بس لاعب واحد بس محترف حقيقي في أوروبا هتقول لي يا جدع هقولك اوه ما عندنا شغل محمد صلاح والبقائين وحشين لا البقائين هايلين ومميزين جدا ترزيجي ومرموش والنني وكل اللعيبة والاسماء اللي تجيب بالك موجودة في أوروبا هم بيلعبوا ومصطفى محمد كلهم عاملين أداء رائع جدا بس انا باتكلم على مستوى تنافسي كبير على مستوى تنافس على البطولات ما في شغل محمد صلاح وانني مؤخرا أرسنان متصدر بريمير ليج وانني ما بشاركش بشكل أساسي دايما مع أرسنان بس اللعب اللي بيشارك كتير قوي محمد صلاح اللعب اللي بيلعب واحد من أهم أندية العالم محمد صلاح ترزيجيه بيلعب في نادي في تركيا مصطفى محمد بيلعب في نادي مش كبير في فرنسا عمر مرموش في نادي برضو مش عظيم أو كبير أو في ألمانيا في الفوزبورج يعني لعيبة آه موجودة في أوروبا ولعيبة مميزة بس مش لعيبة السنغال اللي كل واحد فيهم في نادي من أندية الصف الأول في أوروبا طيب عشان نعمل ده يحصل إيه؟ يعني خد بالك أن محمد صلاح اللي قدام حضرتك ده استثناء مش نتاج منظومة حقيقية مش نتاج مشروع اللي أنا بتكلم فيه ده لأ ده يجيب الصدفة عقليته أفكاره وإرادته وشخصيته اللي خليته موجود في أوروبا ويحافظ على نفسه وما يلتفتش الأمور ولما يقع يعرف يقوم كل ده ليه علاقة بشخصيته هو مش منظومة طلعت محمد صلاح فعشان كده محمد صلاح احتلع لنا بالصدفة بالصدفة عشان كده أنت مش واخد بالك أو مش شايف لعشر سنين قدام على الأقل يعني اسم ممكن يبقى محمد صلاح تاني في أوروبا مش جاي في دماغك لكن مثلا الكاميرون لعيب يعتزل عندها هاتنين لعيب يعتزل عندهم عشرة هتلاقي فيها عشرة غيرهم كوديفور المغرب السنغال جزائر تلاقي ورا بعضه طول الوقت طول الوقت وعايز أتكلم في تفصيلة تانية أول مرة أتكلم فيها بصراحة ودائما كنت ببقى إيه أستشعر الحرج وأنا بتكلم في هذا الأمر بس هقوله الأول مرة ويمكن حالكم أول مرة تسمعو فيه لعيبة مصريين موجودين في أوروبا صغيرين زي كريستيان اللي بيلعب اللقاء في منتخب النشئين على 17 سنة ده جيب العق يعني بصوا جيب طلوع الروح لمنتخب النشئين طيب هم ليه ما بيجوش على فكرة احنا فيه مصريين كتيرة موجودة في أوروبا وفي أندية كتيرة في أوروبا أصلهم مصري يعني ينفع يلعبوا منتخب مصر ما بيجوش ليه يشاركوا مع المنتخبات الوطنية كتير يعني بلاقيش مثلا سوعة تمانية من الأطفال الصغير دول أو شباب الصغير دول موجودين في المنتخبات هقولك حاجة صادمة لأول مرة تسمعها وأنا مش بتكلم على اتحاد الكرار الحالي أنا بتكلم على اتحادات سابقة كثيرة لمصر هل تعلم أنه لما بيجينا مثلا خمس أو ست لعيبة ممكن يبقوا موجودين مع منتخب مصر من أصول مصرية موجودين في أوروبا في أندية أوروبا يقولولك هنا في اتحادات كتير يعني مش يجي ينور ونشوفه وبتاع بس يدفع هو تذكر الطيران والإقامة وخلافه يا جاد عنت نحن هنستفيد منه آه مش بس لما نشوفه الأور ما احنا يمكن معجبناش طب لأ انت اللي خد الريسك ده ويدفع انت الفلوس ويدفع انت المصاريف ده عشان يجيلك ما هو مش يجيلك كده لا لا ما أنا مش عايز لو هو مش هيدفع خلاص ما يجيش فيه فيه لعيبة تانية ممكن تلعب المنتخب مصر انت اللي محتاجه عشان ده متأسس صح لا ما أنا إيش عرفني انهم متأسس صح ما ممكن يطلعوا أحش طب ما تدفع وجرب لا مش دافع فنخسر كتير فتلاقي مثلا منتخبات عربية ومنتخبات أفريقية بيروحوا يدوروا طول الوقت على الشباب اللي هم أصل جنسيتهم جزائري مغربي سنغالي نيجيري غاني وهكذا ويجبوهم يلعبوا لمنتخبات بلادهم وهم أصلا ما كنش شافوا بلادهم دي أصلا قبل كده هم مولدين طول الوقت في أوروبا وبيلعبوا في أوروبا فتكتشف بعد كده فتكتشف بعد كده انه المنتخبات دي منتخبات في منتهى القوة ورائعة وعندها أسماء كبيرة وموجودة في كل أوروبا